ضرب إبراهيم باقع الفرسكة مثلا رائعا في الاعتماد على الزات حيث يعمل باقع فرسكة مثل أبيه رغم حصوله على مجموع يؤهله للالتحاق بكلية الطب حيث يجوب شاطئ البحر حاملا صندوق الفرسكة على كتفيه لكي يكسب كوت يومه وتدور رواد موقع تويتر حوار فيديو لباقع فرسكة على شاطئ البحر حصل على مجموع 99.6% حيث من المقرر أن يلتحك بكلية الطب البشري العام الحالي كما أشاده بذلك الشاب ورغبته في تحقيق هدفه ربنا يفتح عليك ويزيد من أمثالك يا إبراهيم وقال باقع الفرسكة خلال حواره مع أحد رواد أحد الشواطئ إن اسمه إبراهيم عبد الناصر ومن المقرر يلتحك بكلية الطب بشري العام الحالي وأنه قد حصل على مجموعة 99.6% وخريج مدرسة 25 يناير بمحافظة الأسكندرية وأضف إبراهيم من خلال الفيديو أن والده أيضا يعمل بائعا للفرسكة كما أن لديه أخ يدعى خالد يبيع الفرسكة على الشاطئ إلى أنه مزال في سنة أولى أعدادي كما لديه أخت في الصف السادس الابتدائي وذكر إبراهيم أن رغبته في الالتحاق بكلية الطب ترجع إلى أنه يريد أن يفرح أبيه كما أنه يعتبر حلم لديه منذ الطفولة ويتمنى التخصص في الجراحة العامة وبعد انتشار هذا الفيديو استجاب الله لدعائه فقد أكد هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي تواصل مع إبراهيم ليخبره بالموافقة على منحة كاملة للشاب الذي اختار كلية طب جامعة الأسكندرية وأضاف تغريدة لاحقة أن شركة أورانج للاتصالات قررت دعم الطالب بكورسات علمية ومستلزمات تعليمية بقيمة 100 ألف جنيه سنويا طيلت مدة دراسته وتابع يونس الباقي عليك يا بطل إحنا مش عايزين طبيب عادي لأ إحنا عايزين بروفسير مجد يعقوب جديد وأضاف مصر تستحق إبراهيم فخور بإبراهيم وعقبال بنات يارب وكان إبراهيم قد قال في المدخلة مع وسائل إعلام محلية أنه يعمل في مهنة بيع الفريسكا خلال أيام الأجازة الصيفية منذ أن كان في الصف الرابع الابتدائي وأشار متحدث وزارة التعليم العالي لأن المنح كاملة للطالب مؤكدا أنه سيعقد لقاء بين الدكتور خالد عبدالغفار والطالب بعد المكالمة موضحا أن الوزارة ستقدم له كل الدعم للطالب لتفوقه واكتهاده وكان قد قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي أن الشاب إبراهيم عبدالناصر الشهير بطالب الفريسكا يشعر بالمسئولية تجاه والده مرددا كنت فخور بيه وبيقول أنا مبسوط عشان أسعدت أبويه وأضاف خلال برنامج على مسئوليتي المزاع على فضائية صدى البلد إبراهيم قال لي أنا طول عمري عايز أدخل كلية طب جامعة اسكندرية وده بعد أن عرضت عليه منحة في أي جامعة أين كانت مصرفتها قائلا أنا كمان عامل مفاجأة لإبراهيم لما يجيلي المكتب بس أنا طلبت منه يجيب لي فريسكا وهو جاي وأكد الوزير أنه يجب تقسليط الدوق على النمازج المشرفة مثل إبراهيم قائلا مصرفيها ملايين مثل إبراهيم وتحية لإبراهيم وولده وولدته